علن الوكيل العامل الملك لدى محكمة السينة في الدار البيضاء أن قاضي التحقيق قرر إيداع عشرين شخصا للسجن بعد استنطاقه متدائيا مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات وأوضح في بلاغ صحفي أن قاضي التحقيق قرر إيداع عشرين شخصا السجن من أصل خمسة وعشرين شخصا جار تقديمهم أمام النيابة العامة من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن وأشار إلى أن نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبهي تورطهم في هذه القضية كشفت عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن تبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبة سالبة للحرية إذن هنا اللحظة مزيئة في الكلمات المستعملة في هذا البلاغ واللحظة كذلك على أنه السيد الوكيل العام مذكورش الأسماء مذكورش الصفات ديلهم وما بدأت الصور بمعنى أنه هنا احترام قاعدة ديل قارنة البراءة واحترام كذلك أن المتهم بريء حتى تتبت إذا نتوه مشبه حيث الفوضى لنحن نشوفه الصور غير من تعشرين والأسماء وذلك شيء نكملوا البلاغ وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه بالنظر إلى تعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استخرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضاية القانونية ذات صلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة لافتا إلى أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعة ترابية أو مكلف بإنفال القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع وأضف المسؤول القضائي تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لمتمث إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا والتي يتمثل تكيفها القانون إجمالا في مجموعة من الجرائم من بين أهمها المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها والإرشاء والتزوير في محرر رسمي ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفرضية قصد إرضاء أهواء شخصية والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وبعد استنطاقهم ابتدائيا أكد البلاغ قرر قاضي التحقيق إذا عشينا منهم السجن مع إخضاء شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربع الآخرين منهم بهدف استجداء خيوط بعد جوانب وقائع هذه النازلة مبنزا أنه حالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة أيضا على ترتيب ما يجب في حقهم وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة اطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال انتهاء من ذلك في إطار التقييد الكامل بمقتضية القانون تسيدا لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قانونة البراء إذن كما شفنا تشوفوا اللغة التي تمت بها صياغة هذا البلاء ومسألة لكثير الانتباه في أخير هذا البلاء آخر هذا البلاء هو تسيدا لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قانونة البراء بمعنى أزملف كما شفوا هذه المسترة قانونية بدون ضغط أو تعسف أو كذا أو كذا وكذلك ان الوكيل العام يحترم قانونة البراء بمعنى انه يقول ان الامر كتمشى مع قانونة احترام قانونة البراء بمعنى انه قهاتش كامل ممكن هذا يكونه أبرياء وهناك نتبع الملف وكل عام كيقول على انه غد يبقى يوافي الرأي العام بحث مجموعة من المعطيات الملف وهي رسمية شكون هذا البلون لجر جر جر جمعة من الناس عددهم 25 شخص أو أكثر إلى المحكمة بعد شهور من سين وجيم لدى ضباط الفرقة الوطنية السرطة القضائية هو برون مخدرات تسمى الحاج احمد بن ابراهيم ومشهور بالمالي لان الولد ديالو من مالي وامو مغربية كيقوله من دينة وجدا جونافريك سمته باسكوبار الصحراء قياسا للغزوات الكبرى اللي كان كيقوم بها في مجال الاتجار بالمنوعات وكيظهر من المصار الصعود إلى الهاوية الخاص بهذا الاسكوبار الإفريقي أن الصدفة لما كانش يفكر فيها الإنسان عادة كيمكن هي كتديه الوقع لما فكرش فيه بتاتا وهذا تماما موقع الأحمد بن ابراهيم اللي فعلت به الصدفة الفعلة ديالو كان هذا الرجل راعيا للإبل كيعيش حياة تقديدية بسيطة قبل ما تنقال بالدنيا ديالو رأس العاقب عبر دقاء عابر مع رجل فرنسي كانتايا في الصحراء ديالمالي واستقبائل الطوارق وساعدوا على الخروج مما سقدلوا أو نقلوا نقدلوا الحياة ديالو هاد الفرنسي طبعا كبرت في هاد مسألة هادية لحسن المعاملة لتلقاها من عند هاد الشاب لكن كير عاري يعني غير من نواحي ديالو المالي باش غادي شكر هاد المالي أعطاه طوم في ديالو وقام بن ابراهيم بيعها باعها بتمان زيان وصفتك التمان ديالبيع لاخدام الطموبيل صفتو لصاحبه الفرنسي لاندهش لهاد الجسد وقال بانه هالسيد هذا رجل تقاء وامين وبالتالي قرر انه يشرك في النشاط ديالو لكي يزاولو وهو استيراد وتستير السيارات بين اوروبا وافريقيا او عرض عليه فكرة والتفقو الله يسخر الشاب بن ابراهيم او الحاج حمد بن ابراهيم اشتغل في تجارة السيارات ونجح في هذه العمليات خاصة انه ذاك يعرف الدخلات والخارجات في الصحراء وهذا ممكنه من انه يعرف بزاف الدوائر للعبور والطرقات والجماريك وتعرف على مجموعة من الشخصيات النافذة وبعد المدة وقضية مستمعها بخير ولا خير قرر انه يبدل هالتجارة باخرى وهذا الدهب حيث تمكن تكون شبكة في منطقة الساحل والصحراء خصوص انه شخص دكي وكيعرف كيفاش يتعامل وقالوا اجتمع فيه ما تفرق في غيره وهذا الطموح دياله الده نحو الاتجار في الكوكاين انه من ادم هكا طبيعته وصلوا حالحاجة اخصوش بحاجة اخرى ولا يملأ فماهو الا التراب اذا تحول هذا المال من مجرد راعي للغنم او الابيل الى تارج المنوعات نمبر ون في القرى السمراء وعاش حياة الصحراء الفاحش بكل ما تعنيه الكلمة من معنى من جاه وحضوة ونفوذ واخطبط معارف فيها شخصيات جنرالات ومشخصيات مدنيا وعسكرية وكاد تقول جونافريك لرسمات الملامح ديالبروفايل ديالحاج احمد ابراهيم ولسماته باسكوبار الصحراء انه كان مهوس بحياة البدخ الى جانب امتلاكه جزيرة خاصة في غينيا وشوقق في البرازيل والروسيا واراضي الشاسعة في بوليفيا كيتوفر على فيلا فخمة في الضالبضاء ومشاريع عقارية هائلة بجهات الشرق المغربي وعنده كذلك اسهم في فندق فخم في مربية الاسبانية وكان العالم ديالنساء كيستويه مش كي كبير وهي شيء لاش وربما هي شيء لاش خلاء المجلة الفرنسية ترجح انه عنده في كل دولة ولد وكان كي يبني اغواء مشاهير او فنانات ومذكرة في الاسبوعية الفرنسية الظروف اللي ادت مالي بالتعرف على رجال اعمال وقاد السياسي المغاربة ولكنها قالت بانه سنة الفين عشر التعامل مع الممتخب معروف كان حاضر من وجدة واخارين من شمال المملكة ومن اقليم زاقورا بش ينقل المخدر الشيرة الى بقية القارة واشارت الصحيفة الان هاد العلاقات طورت فيما بعد مش كتشمل النقل وتهريب القندب الهندي والشيرة الى افريقيا واستيراد المخدرات الصلبة وجونافريك مدقرة ناشي الاسماء دين هاد المسؤولين المغاربة اذا المغامرات ابراهيم والحاج احمد ابراهيم في مجال الاتجار المخدرات كانت محفوفة طبعا بكل اشكال المخاطر قبل ما يطح الفين وخمسطاش في الدين الدارك الموريطاني بامر من الانتر بول لطارداته في الصحراء الموريطانية الحدود مع المغرب وهو اعلامة نسيارة هزة ثلاثة الاطنان من كوكيين مبارغ مالية كبيرة بالاورو وكان معاه مغربي وجوندي سابق في البوليسال وفعلا انه وفق مصادر خاصة مكمتش محاكمة واستعادة حرية دياله وتم الافراج عليه بسطل الشبكة اللي كانت تقدم بعض الجنود والقوطات الموريطانيين ومن بعد تم اعتقاله لاحقا من قبل قوات الدارك وقضى اربع سنين داخل السجون الموريطانية بعد ما قدم لكثير من المال بعد ما خرجوا من الحبس من الموريطانية في الفين وتسعطاش بدأ الاسكوبر الافريقي في مساعي باش يسترجع الاموال ديالهم الشركاء دياله المغاربة والاخرين اللي كانت تتاجر معهم في مخديرات ولكنهم على اسف تنقنوا له ورفضوا انهم يشتدوا ذلك الشي اللي يسلهم تقريبوا وصلوا واحد ثلاثة فاصل ثلاثة ملايين اورو وقد تقول جونافريك ان رئيس مغربي لفريق كرة قدم ستولى على فيلا في ملك في ملكية المال يبدأ البضاء بينما قام منتخب مليجاة الشرقية بدلوا واحد شقة بنفس المدينة طبعا الشي اللي يقول جونافريك يعني هي من السبعة للأطرف الأخرى السامعة للطرف واحد ونفس في نفس العام قرر حاج بن إبراهيم انه يدخل للمغرب خصوصا بعدما تلقى تطمينات من الشركة المغاربة ديره بأنه غير مبحوث عن نوع منطرف السلطات المغربية يعني ما شير وشير ولكنه مع الأسف بمجرد ما وصل للمطار محمد الخمس بتالبيضاء تفاجأ لأنه كانت مذكرة بحث بجتم اعتقاله فورا لأنه السلطة كانت وضعت يدها على 40 طن من القنة بالهندي الجديدة في باحة استراحة وتم نقلها الشحنة بوسط شاحنات مرتبطة بشركة كيملك هالمالي هو باعها في ذلك الوقت وبما أن هذا الأخير لم يغير وتأقتشيل في القضية لبسات الحاج إبراهيم بخدوق وقيعة الشديدة هي اللي دفعت الأمر المخدرات أنه يتأكد بأنه كان ضحية لأصحابه وأن هذه مكينة مكيدة ضبرت له بشهد الناس يديروا يدهم على الاتجار في مخدرات وبعد ما صيدوه فهذا الفخ ديالشوحنة المخدرات قام بيرفع الشكاية رسمية إلى الجهات المسؤولة واللي كيبال بأنه تلقاوا ذلك المدمون ذلك الشكايات بكل حزم وصرامة والتعامل معها بكل صرامة وتجراء البحث والآن كيوصل القضاء المغريب التعقيق دول فالميل تقيل لهز المشهد السياسي في المغرب وجعل الكثير من السياسيين والأعيان كيوضعوا يبديهم على قلوبهم لأنه الكثير كيشوف بأنه هذه القضية ما هي إلا شجرة كتخفي الغعبة